بسم الله الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلي محمد أما بعد لا تسع كلمات الشكر والعرفان للشهداء وذويهم أن توفي حقهم وتكافئ جميلهم ولهذا فإن الجزاء والأجر كفله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا يضيع أجر المحسنين ثم بيّن في كتابه العزيز الحالة التي عليها شهداءنا بقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا كان رب العزة والجلال يمتدح المجاهدين في سبيله ويغدق عليهم من نعمه ويفضلهم على القاعدين أجرا عظيما فذلك لأنهم بذلوا مهجهم وقدموا العقيدة على حياتهم وجادوا بأنفسهم في سبيل الله والجود بالنفس أسمى غاية الجود وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فحق لنا أن نتفاخر بشهدائنا ونتباهى بجهادهم وننشر أفكارهم ونتلو أسماءهم ونرفع صورهم ونحتفي بذكراهم نعظمهم نبجلهم نروي حكاياتهم نشعر بوجودهم بيننا تقوينا مواقفهم وتشد عزيمتنا قصصهم نستلهم ونتعلم ونرتوي من فيض عطاء الشهداء لا يتوقف المدد فيهم أحياء عند ربهم يرزقون لكل شهيد من شهداء المقاومة الذين مضوا مؤخرا قصة فريدة وخصة يتميز بها عن الآخر لكنهم اجتمعوا على الإيمان والبصيرة والإخلاص والتضحية وحب الوطن وطريق المقاومة قائدنا الشهيد محمود يحيى شاب في الواحد والعشرين ربيعا حمل روحه على كفه مستعينا بالله ومتوكل عليه وواثق بتأييده فكانت له يد ضاربة قابضة على الزناد قد نشرت الرعب في قلوب الأعداء وساهمت في تكسير القيود وتحطيم الحصون وتحرير الأسرة مطلع العام 2017 وقد لازم الشهيد القائد رضى الغسرة من يوم العملية إلى يوم الاستشهاد وقائدنا الشهيد مصطفى يوسف لم يتردد أو يتلك أو يتعذر في نصرة المحررين في وقت بلغت فيه القلوب الحناجر ونشر العدو الخليفي الرعب في البحرين مهددا ومتوعدا بالويل والثبور لمن يمد يد العون للمطاردين أو يأوي ثائرا ضاقت عليه الأرض بما رحبت فكان الشهيد مصطفى قائد مركب الشهادة وربان سفينة المقاومة في التاسع من فبراير لم يستسلم للرصاص إلا حين خرقت صدره سبع طلقات تنبئك عن الحقد والضغين أما شهيدنا القائد العظيم رضى الغسرة كان شديد على الأعداء رحيم بين الأصدقاء لم يدخل في قاموسه المستحيل وقد استطاع أن يسفه أحلام الخليفيين ويكسر جبروتهم ويمرغ عنوفهم في التراب حتى آخر لحظة تنفس فيها أباء لا يرحل إلا واقفا مقاوما كان وحده وزوارق الجبناء تحيطه بأسلحتها لكن من يحمل عشق الحسين عليه السلام في قلبه وبين أضلاعه لا يعطي إعطاء الذليل ولا يقر أقرار العبيد وقد اختار لنفسه الدرب الواضع النصب عينيه رضى الله تعالى والجهاد في سبيله فجزاه الله إحدى الحسنيين على صبره وجهاده وكانت تلك أمنيته ومعشوقته أما عن العملية الأخيرة عملية سيوف الثار فهي مرحلتان المرحلة الأولى عملية سيوف الثار في أولى أول ساعات العام الجديد ثأرا لآية الله المجاهد الشهيد نمر باقر النمر وشهداء القطيف والبحرين وتحرر على إثرها عشر سجناء بينهم الشهيد القائد رضى الغسرة وكان من بين الأبطال الذين ساهموا في العملية الشهيد محمود يحيى رضوان الله عليهما والمرحلة الثانية وكانت بداية المرحلة الثانية هذا صوت رضى المرحلة الثانية وكان هاي إيذان ببدئها صوت الشهيد القائد رضى الغسرة كانت مهمة جهادية للشهيد رضى الغسرة شاء فيها أن يرفعه شاء الله فيها أن يرفعه إليه مخضبا بدمائه حتى يكمل رفاقه المشوار وكنا على دراية واتصال ومعرفة بالتفاصيل وفي ذلك حكمة ستبديها الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس لقد قال الشهيد رضى بعد تحرره من سجون الظالمين أنا هذه المرة لن أعود هناك إما حرية أو شهادة وحمل سلاحه وروحه بين كفيه وفي عينيه غضب لا يهدأ ورجلاه ثابتتان بنداء يا زهراء سبق الأعداء وثارك الليث الغاضب بصمود أسطوري ومقاومة لا تنهزم ليقدم درسا في المقاومة والثبات بطولة الشهيد رضى الغسرة ورفاقه تكشف عن عدد من الأمور التي أدرك العدو الخليفي بعضها الأولى أن شباب المقاومة كثر في البحرين فقد ظن أن رضى وحيدا ثم عرف أن هناك محمود ومصطفى وقبلهما علي الصباغ وبعده وعلي فيصل الثاني أن شهادة رضى ورفاقه في مشهد بطول أعادل المقاومة وهجها وشد من عزمها واختصر عليها زمنا من التنظير والتأطير ثالثا أن شهادة أبطال المقاومة على أبواب الذكرى السادسة لثورة الرابع عشر من فبراير جاءت لتقول أن بلوغ أهداف الثورة يأتي عبر طريق الشهيد رضى الغسرة ورفاقه رابعا أن المقاومة حق أصيل وثابت وليس من حق أي أحد أن يمنع ذلك من لا يرى في المقاومة طريقا ناجعا فذلك شأنه لكن ليس لأحد الحق أن يقول للمقاومين لا تفعلوا طالما بقيت الأعراض منتهكة والحرمات مستباحة والاحتلال متربع على أرض أوال خامسا شهادة رضى الغسرة ورفاقه أخرست الأبواق التي تتلذذ بإظهار شعبنا بصورة المستكين الضعيف المحتاج إلى التعاطف وهذه الأبواق عملت على أن تحرف كل بطولة يقوم بها شبابنا في الميدان على أنها مسرحية وأن شعب البحرين قدر له أن يدير خده الأيسر إذا تلقى صفعة على خده الأيمن وأنه بحاجة دائمة لنظرة عطوفة ومدد من الغرب المنافق ليرفع عنه همه وقد جاءت ملحمة أبطال المقاومة في عرض البحر لتدحض هذه الأراجيف وتقول أن شباب المقاومة في البحرين أقسموا أن لا يناموا على ضيم وأن يتخذوا المقاومة طريقا والسلاح أداة والإيمان عقيدة ويحطم الإرهاب متوكلين على الله واثقين بنصره والله غالب على أمره سادسا كانت في تلك الملحمة شهادة أخرى تكشف الدور الخبيث البريطاني الأمريكي الداعم للعدو الخليفي حيث أن الأربعين يوما حيث أنها ساهمت في التعقب والهجوم وهي تعكس في ذلك الوقت قوة الشهيد رضا والغسرة ورفاقة الذين اخترقوا طوال الأربعين يوما كل قدراتهم الأمنية مؤكدين أن اختراقها المرة الماضية لن يكون الأخير فالأيام حبلة بالمفاجآت على يردي رجال الله نحن أخوة ورفاق الجهار الشهيد رضا الغسرة نؤكد هذه الحقائق ونسجلها للتاريخ ونعتز بها ونفتخر وفي الختام ندعو الله أن يثبتنا على طريق الحق وأن يجعلنا من الآخذين بالثأر لدماء شهداء الأبرار السلام على الشهداء السلام على المعذبين في قعب السجون السلام على القابضين على الزناد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته